الاختيار اتنين ده مسلسل بينتظره كل المصريين لانه الاختيار واحد نجح في اجباع وطنية كل المصريين الاختيار اتنين بيمثل بطولات وتضحيات وشهداء رجال الشرطة المصريين الابطال خلال السنوات الماضية بيقوم وبيمثل دور البطل فيه الفنان الكبير احمد ميكي احمد ميكي الفنان المحبوب بيقوم بدور بيوصف بانه من افضل ادوار حياته فجأة لانهجوم شديد من الجزيرة على احمد ميكي من خلال اختيار بعض التويتات من بعض الاخوان وهم بيشتموا عليه بقولوا انه هو بيعمل حاجات على فضل اعتصام ربعة وهو كده شغال خادم عند العسكر عسكر ايه يا ولاد الكلب عسكر ايه البي بي سي ارتكبت حماقة لا مهنية قالوا ايه البي بي سي احمد ميكي دوره فيه الاختيار كضابط شارك فيه فضل اعتصام ربعة يثيره جدلا حول وطنية الممثل ايه الحقارة اللامهنية اللي بتقوم بها البي بي سي شايفين العنوان انت قهات العنوان يا ولاد جنبي يا ولاد شايفين العنوان احمد ميكي دوره في الاختيار كضابط شارك فيه فضل اعتصام ربعة يثير جدلا حول وطنية الممثل انت بتشككه في وطنية الرجل يعني ايه علاقة هذا الموضوع بالمسلسل هل هناك رأي مسبق حاولت البي بي سي ان يتفرضه الاخوان المسيطرين على اتخاذ القرار في الجزيرة تسللوا والموجودين في البي بي سي اللي هي مدعومة بشكلة وباخر من المجموعة اللي بيتمثلوا فيه ابراهيم مونير وغيره فيه لندن ومجموعة عزم بشارة اللي بيدعمه الجزيرة ومعروف بيدعمه البي بي سي حتى المصريين الموجودين زي رشا انديل وزي صفاء مش عارف مين ومين كلهم نفس الطينة نفس العجينة يعني العنوان ده هو لو الولاد طلبه في قولة الاعلام صغيرين يعني لو شافوا العنوان هيكفروا بكل ما قيل لهم عن المهنية الخاصة بالبي بي سي وبعدين انا بسأل ايه علاقة التمثيل بالوطنين يعني لو واحد عمل جسوس يعني هيبقى خايم انا بسأل بس يعني من الناحية البسيطة جدا يعني لو واحدة عملت دور فتاة ليل زي الجزيرة كده مثلا هتبقى فتاة ليل فعلا يعني لكن في كل الاحوال احمد ميكي وطني واختار ان يكون وطني وهو وطني وهو يعني اعتقد هذا الدور اللي بيلعبه الفنان احمد ميكي يعني اصاب هؤلاء بحالة وصلوا لحالة لايمكن تتصور الهياجان اللي فيه الاخوان في كل مكان علشان خاطر اعتصام ربعة انتوا قمتوني الفيديو ولا دلتلكوا عليه ولا لا الفيديو بتاع فض ربعة انا بس عايز اقول للناس اللي هم شغالين انبارح كنت شايف على الجزيرة بالليل بيتكلم هشام عبدالله الفنان المخبول ده اللي موجود في تركيا مع الجزيرة مباشر بيقول له ايوة نعمل فيلم نوثق فيه ربعة نعمل طب انا بس عايز اقول لعبدالله ده وبيع الجزيرة هديكم بس شوية لقطات ارجوكم ارجوكم ابقوا حطوهم في الفيلم اللي معاكم الفيلم اللي انت عايزين تعملوه والنبي في شوية لقطات ونبي حطوهم في الماتيريا اللي بتاع الفيلم اهو قدام حضراتكم عندك صوت يا ابراهيم ولا انا اللي بتكلم يا فريدة يا فريدة فهي بخلاص انا هشرح يعني يعني ادي الجسس اللي هما مصورينها وادي العقال بيتحركوا تحت ده بيمثلوا قدامكم اهو اهو قربها للناس يا وليد لو سمحت طلعني من الكادر اهو قربها للناس اهو دول ناس شهداء ومكتوبة اليوم اسماءهم بهذا الشكل صوروا الصور وسواهو العالم اثناء اهو اهو ايه والنبي الله يخليكوا يا جماعة اللي عايزين تعملوا فيلم عن ربعة الجماعة بتوعوا الاخوان ضيفوا هذه المشاهد الى المسلسل او الفيلم اللي عايزين تعملوه ده مترية الحقيقي اهو اهو ادي شايفين الصور ده يا جماعة ايه ده فيلم بيتصور الاخوان بيتصوروا ده عشان يبعتوه للعالم برا اهو قدامكم اهو ده عشان خاطر منظمات الحقوقية والحقوقيين اهو شايفين ده تمثيل اهو بيتصور قدامكم بيصور انه قدامكم اهو يا جماعة ده طبعا والحقوقيين شغلين والبهي مشغلين وبتكلموا شايفين الصور كل ده افلام وفبركة قام بها الاخوان ومرتزقة الاخوان وخدوها بقوها برا ويسوقوها برا على انه جرى في ربعة كذا وكذا وكذا وبعدين معلش تعالوا انا بس قال بس سؤال من بعيد لبعيد مش انت ابن انت هو كنت بتقوله ان احنا كل واحد جايوا لك انا مشروع شهيد مش كل واحد اهو تصراجوا دي صور ايه بيعملوا مكياج شايفين معدات الميكب والمكياج قدامكم بصوا يا جماعة بصوا واستمتاعوا اهو ده بيعمل ايه جايب البنت دي وبيحاول يعمل لها ايه اهو الراجل ان هو مضروب رصاصة في رقابته الله ربنا ياخدك انت او ايه بص اهو بيعمل ده بعملات اه اه ميكب او عمليات مكياج عشان يصورها ويبعثها برا ويتقال انه الجيش المصري والشرطة المصرية شايفين الصورة شايفين الرصاصة مكان الرصاصة ده نبقى اهو واحد كمان اهو وبيصور تطرج رصاصة جاء في بطنه وبيصور على انه خلاص مات اهو وهو قاعد قدامهم شايفين الصور شايفين الناس بتحركوا ازاي الجزس بتتحرك اهو عند الاخوان الجزس بتتحرك هيقول لك ده معجزة من عند الله قدامكم انا بقول الحاجات دي انتو ناسينها ولا ايه هو واحد ناسين الحاجات دي ولا يا جماعة ده احنا عندنا بلاوة يا جماعة تطلع شايفين القصة وبعدين جايين بتتكلموا بتهاج محمد مكي علشان خاطر قام بدور ضابط وطني في مسلسل في احد حلقاته او موضوعاته فض رابعة ده فض رابعة كان عملا وطنيا تأخر عملا وطنيا بقول تاني انه كان دولة داخل الدولة مش حاجز اعيد الكلام واقول بنق اللي حضراتكم الصور بنق اللي حضراتكم الصور والخداع اللي كانوا بيعملوه الاخوان وما زالوا حتى الان اهو بنق اللي حضراتكم وتشوفوها لازم تشوفوها وتعرفوا دول بيعملوا ايه دول مجموعة كذبين مجموعة مخادعين مجموعة ممثلين دول بيعملوا مصرحيات ويسوفوها بقى برة ادي الصور قدامكم انا بجيبش حاجة من عندي ده اللي حصل يا جماعة في رابعة ده اللي حصل في رابعة اللي بتكلموا بتشدقوا بيها بقول عموما رسالتي الى احمد مكي فنان المحبوب بقول له لا تستمع الى هؤلاء لا تعرهم اي اهتمام هؤلاء مجموعة من الكلاب النابحة يحمد دول كلاب نابحة انت بطل وانت فنان محبوب لا تنظر ولا تقرأ ولا تتابع فهذه يعني طريقتهم في الهجوم والاغتيال بقول تاني انه هجومهم عليك شرف لانه دول اصلا اعرف ان انت في الطريق الصحيح واحنا في المعركة مستمرين عموما يعني ان شاء الله ننتظر هذا المسلسل بفارغ الصبر لانه باذن الله هذا المسلسل هيدل حق الاصحابه وينير الطريق باذن الله لانه حصل عملية ضبابية خلال الفترات الماضية